اكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس العلال شباب ورياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية اكد ان تكريم الفرق البحرينية في حفل ختام بطولة التاجة الثلاثي للرجل الحديدي في دبي ترجمة حقيقية للمستويات المتقدمة التي وصل اليها الشباب البحريني من خلال المشاركة في مختلف البطولات وذلك بفضل الدعم الذي يلقاه الشباب من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه مما ادى الى احتلال المراكز المتقدمة في هذه البطولة والمشاركات السابقة تأهل الفريق البحريني للرجل الحديدي الى بطولة العالم للفرق التي ستقام في برشلونة باسبانيا في عام 2018 ويأتي هذا التأهل ضمن سلسلة من النجاحات التي حققها الفريق البحريني والمتسابقين من مملكة البحرين في هذه البطولة حيث كان اخرها تكريم الفريق البحريني في الحفل الختامي للجولة الاولى من بطولة التاج الثلاثي للترايثلون والتي اقيمت في دبي حيث تم خلال الحفل تكريم سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بمناسبة تحقيقه لمركز الاول على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كاسرع متسابق والمركز الخامس على التصنيف العام في البطولة بعد ان حقق زمنا قياسيا بلغ اربع ساعات وخمس عشرة دقيقة بالاضافة الى تكريم المتسابقة البحرينية مريم عبد الرحمن تركي كاسرع متسابقة على الخليجيات وذلك بزمن ست ساعات وعشرين دقيقة كما تم في الحفل تكريم فريق الحرس الوطني الذي حاز على المركز الاول في فئته بالاضافة الى فريق نادي الشباب الذي شارك في هذه البطولة وجاء في المراكز الثلاثة الاولى في فئته واشار سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بمشاركة فريق الحرس الوطني في السباق وتحقيقهم للمركز الاولى في فئتهم الامر الذي يؤكد حص الفريق على المساهمة في رفع اسم البحرين عاليا في رياضة الترايثلون من جانبه هنأ سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الاول لرئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لالعاب القوة أخاه سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للاعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الاولمبية البحرينية بعد الانجاز الذي حققه بسباق التاج الثلاثي للترايثلون وأشهد سموه بالمشاركة الايجابية للفريق البحريني للترايثلون بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بالجولة الاولى من التاج الثلاثي للترايثلون جاء ذلك بعد مشاركة سموه بفريق ثلاثي بالسباق الذي احتضنته إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة والذي شهد مشاركة 2700 متسابق ومتسابقة من مختلف أنحاء العالم وأكد سموه مشاركة الترايثون البحرينية جاءت ضمن الاستراتيجية التي رسمها سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة والتي تهدف لتعزيز التواجد والحضور البحريني في هذه الرياضة الدولية بما يخدم دعم مكانة البحرين على خارطة الرياضة العالمية والذي أسمى كذلك في رفع مستوى المتسابقين بالفريق واكتسابهم المزيد من الخبرة وتطوير المهارات والاحتكاك بأفضل المتسابقين المشاركين على مستوى العالم وأضاف سموه أن السباق شهد حضورا واسعا لأكثر المتسابقين تميزا في هذه الرياضة والذي انعكس بدوره على التنافس الشرس والقوي بين المتسابقين الذين أظهروا مستويات قوية برحنت على استعداداتهم الكبيرة والمهارات والقوة البدنية العالية التي يمتلكونها والتي نجحوا بتحقيق مشاركة قوية في النسخة الأولى من هذا السباق